المجلس الأعلى للمرأة من منطلق حرص المجلس الأعلى للمرأة على تفعيل المشاركة المؤسسية وتعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات التي كانت ضمن أوائل المبادرين لدعم مشاركة المرأة البحرينية الاقتصادية واستدامة مساهماتها في سوق العمل والاقتصاد الوطني تم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج الإرشاد المهني للمرأة البحرينية حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية بهدف زيادة فرص ومشاركة المرأة البحرينية في القطاع الجمركي من خلال توعيتها بالفرص المتاحة وتوفير برامج لتنمية القدرات وزيادة عدد الحاصلات على رخصة مزاولة المهن المتخصصة في القطاع الجمركي ومنها التخليص الجمركي هذه الاتفاقية تنص على تنكين المرأة للدخول في مجال التخليص الجمركي وهو مجال واعد ونرى في شؤون الجمارك فرصة كبيرة للمرأة البحرينية لأن تدخل هذا المجال وتبدع فيه مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسة التنظيم العقاري تنص على التعاون المشترك في زيادة فرص ومشاركة المرأة البحرينية في القطاع العقاري وزيادة عدد الحاصلات على رخصة مزاولة المهن المتخصصة في القطاع العقاري ونحن سعيدين اليوم أن نحن انتشارك شراكة بتوقيع هذه الاتفاقية في إدخال المرأة بقطاع المهن العقارية مثل التثمين والوساطة والماركت ريسيرج فهذا شيء بنسبة لنا تحفيز للعملات والقوات البحرينيات في القطاع العقاري كما تم التوقيع على مذكرة تعاون للتنزيق المشترك فيما يتعلق بزيادة فرص استثمار المرأة البحرينية في قطاع الأوراق المالية والاستثمار المالي والتوعية بفرص العمل الجديدة وتنمية مهارات المرأة العاملة في القطاع المالي وهذه الاتفاقية مرحلة جديدة إن شاء الله سنبتديها لزيادة أو زيادة تمكين المرأة سواء من التوعية الاستثمارية سواء من الخيارات التوظيف في قطاع رأس المال والأعمال المتخصصة اللي خاصة في سوق المال نتكون متاحة أيضا للمرأة البحرينية وبهدف توعية المرأة البحرينية بالفرص الوعيدة لزيادة مشاركاتها في الوظائف التخصصية واستدامة حضورها النوعي في قطاع الطيران تم التوقيع على مذكرة تعاون مع شركة طيران الخليج لإدماج احتياجاتها كعملة في الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ومستفيدة من خدماتها فالحمد لله اليوم في الناقلة الوطنية طيران الخليج يتواجد الأنصر النسائي في جميع المناطق مثلا عندنا طيارات يقومون بقيادة الطائرات كابتنية ومساعدين وعندنا كذلك مهندسات موجودين في خدمة وصيانة الطائرات عندنا الأنصر النسائي في الملاحة الجوية الكابتن كرو عندنا الأنصر النسائي متوفر ومتواجد في جميع المناطق في طبعا شركة كما وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تعاون مع زين البحرين بهدف استحداث فرص جديدة لزيادة نسب مشاركة المرأة البحرينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وزيادة عدد المستفيدات من برامج الإرشادي والتدريب العملي شركة زين كانت من الشركات الرائدة التي أطلقت مبادرات تخص المرأة والتعاون في هذا المجال خاصة في مجال التكنولوجيا اليوم مما لا شك فيه أن التكنولوجيا عامل مهم جدا وعامل أساسي وما في قطاع اليوم مقائم على أساس التكنولوجيا هذا ويأتي إطلاق برنامج إرشاد ثلاثة بناء على النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في نسخته الأولى والثانية والتي استفاد منها أكثر من 260 مشاركة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين